السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد غالي نشارك معكم طريقتي في تحضير الثقلية او الضوارة على حسب المنطقة كيفاش كتسميوها بالنسبة المقادير غالي نحتاجو بصلة متوسطة غالي نحتاجو ثلاثة ديال الخمسة ديال الفصوص ديال التوم الملح القزبور او معدنوس بالنسبة للعطرية غالي نحتاجو الفلفلة السودانية يلا كانت عندكم هكا يابسة غالي بزار الكامون والقزبور يابس وبالنسبة للتحمير غالي تحتاجو كمية كتر يعني من المقونات الخرى اللي انا تقريبا تم دينا معلقة صغيرة من كل حاجة بالنسبة للتحمير غالي تكون عندنا معلقة كبيرة والخرقوم البلدي بالنسبة المكوين سري فهذا التقلياء هو الخل الخل الى عندكم الاحمر افضل والى عندكم الابيض مشي مشكلة استعمله بالنسبة للتقلياء كيف ما شفتوا معي راني غسلتها وقطعتها ونقيتها مزيان الى ما كتعرفوش طريقار غا تلقاوا عندي فيديو خاص قبل من هذا غا تلقاوا في القناة ديالي طريقة ديال غاسل الدوارة وطريقة ديال تقطعها غادي ندير الدوارة ديالي كلها في الكوكوط من بعد غادي نقطع الباصل قطعة متوسطة باش هكذا كتعطيني ديك المريقة اللي كتكون هاكاك مضغمرة ومزيانة وتبلية في التقلياء لان التقلياء كتاخد شوية الوقت في الطياب كيف ما شفتوا معايا غادي نقطع الباصل قطعة متوسطة تبعو معايا حتى القرأنا هنعطيكم المراحل كاملة باش هكذا لأول مرة غادي تصيب التقلياء غادي تشوف المراحل كامل هما هنقص لكم حتى مرحالة باش تشوفوا معايا طريقة من اللي والح تلتالي غادي نقطع الباصل كيف ما شفتوا معايا قطعة صغيرة ما بغيتش نزرب الفيديو هكذا باش لبنات يتبعوا معايا المراحل كلها ويستافدوا من هاد الفيديو خصوصا للمبتدئات شو كتكون يلا هتزوجات وذلك الشي ولا ما كانش موالفة تدير شغل في دارهم يعني كتبغيت تعرف في التفاصيل الدقيقة يعني كتبغيت تبع طريقة بكلها وفي نفس الوقت هي كتصابو هي كتشوف الفيديو يعني ما بغيتش نزرب المراحل صراحة كاملة خليت المراحل بكاملة باش هكذا تبعوا معايا حتى التالي هادي غادي ندير الباصل هو الول بالنسبة انا لطريقتي ما كان ما كانش حرش البصلة ولا هكا عن نضيفة كان دي المكوينة كامل ها دفعة واحدة احنا ضفت القزبورب عند نوس غادي ننقي البصلة التوم معكم غادي ننقي التوم ديالي كاملو خمسة ديال الفصوص ديال التوم تقريبا انا عندي دورة صغيرة يعني لكنت عندكم دورة كبيرة ضعفو المقادير بالنسبة لتوم كانحتاجو لتوم كتير لانه هكا باش كتتعطر لنا هادا التقلية ديالنا وكي يجي فيها واحد المدق اللي يلديدو زوين صراحة كتجي هالطريقة واعرة زيما هالطريقة ديال جداوس يعني طريقتهم خصوصا الخل هو مكون سري في هاد في هاد فهالطريقة ديال تحضير ديال التقلية كتخليلي هاداك اللون وفي نفس الوقت كتحتافض على المدق ما كتكونش ديال الزهورية في تقلية ديالكم كيف ما شفتوا معايا غالي نقطع التوم كامل و قطعة صغيرة اه اه الا بغيتو تحكوه بحكاكا ماشي مشكل يعني الا كتبقى الطريقة نفسها او خمختالفة كتبقى نتيجة بحل 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 بغيتو تقطعوها كقطع صغيرة بغيتو تحكوه اه لكم الختيار غانستمر انا حتى نكمل اه التوم كامل و حتى نقطع ديال خمسة ديال فصوص ديال التوم كامل هين كاملين كيف ما كتلكم الى درتو الى عندكم دوارة كبيرة ضعفوا المقادر لا من البصلة ولا من اه من اه التوم ولا فتف العطرية احتى هي ضعفوا المحقادر لانا اه تقلية كتبغي تكون متبلم زيان يعني تكون توابل كتيرة هكدا كتا كتا تحصلوا على نتيجة وعلى ماداق رائع اه بالنسبة الهناية من ادرت التوم من بعد غادي نضيف العطرية غادي نضيف العطرية كتا هي دفعة واحدة كيف ما انا ما كان ما كان ديش كل حاجة بوحليسها ونشحار وهذا يعني بالنسبة لتقلية هدية طريقتي كنضيف كل شي كان نحط المقادر كاملها مع بعض ضيازها ومن بعد كنضيف لها الماء وغاني نصدق لها ونحطها الطيب الى رضيتوا البال معايا ما دفتش الزيت وما درتش لهذا الخل يعني دابة في هدى المرحلة ما غادش ندره الخل وما غانديروش الزيت هنا ايا الملح ننسيس ما دفتوش مع العطرية اه هنا كيفمش فسو معاي الخل ما غ ، غا نضيفوش في هدى المرحلة غال نها هدى المرحلة غالينى نضيف غيل ما اه خالي ندير جوج كيسان دي المكبار يعني انا عندي ضيلة دور كيفما شففوا معايها ننسونا القياس ديالها غالي ندر جوج كيسان ديال مكبار كافيا انهم يطيبوا هالية اه من بعد غادي انا نوريكم الحجم ديال الكاس هاكدا اه كاس كبير يعني واخد شوفو هاكرا كاس كبير جوج كسرن ديال المكبار اه هاكدا غادي نصدق ليها وغني نخليها حتى الطيب هانتو ما هنا يارا شوية الاضاءة شوية ما بايناش غادي نضيف زيت الزيتون اه تقريبا جوج مع الكبار ديال زيت الزيتون لان هي اصلا كتكون تطلق ليدام ديالها اه غادي نضيف زيت الزيتون سمحولي على تصوير لان اهنا ما شاش باين واضح مزيلا ولكن من بعد انا غني نوريكم كيفاش اه وجدت معايا التقلية وغني نوريكم شكل ديالها من بعد ما طابت كيفما كتلكم غنضيف جوج مع القكبار ديال زيت الزيتون وفي هاد المرحلة نقدر غني نضيف الخل الخل غني نضيف تقريبا جوج مع القكبار حتى هو ديال الخل اه هاكدا انا هي ها هي هنا هي التقلية كيفما وشفتوها معايا انا غني نحاول لحيت ما جاتني من ظلمة بغيت نبينها لكم باش تشوفو كيفاش اه كادشي هانا دفا كيفما كتلكم غني نضيف تقريبا مع القا كبيرة تل مع القا ونص ديال الخل كيفما شفتو معاي صافي غالي نخليها تكمل الطيب ديالها غالي نصد عليها وغا كيفما شفتو هان توما زيت الزيتون انا كتعجبني تكون في هذه التعليكة وتكون هاكا مضغ مرم زيان لكشي لاش كاز نزيد ضروري كنضيف زيت الزيتون اه سديت عليها مزيان وخليتها حطا طبت هانا ده بغاني نقدمها معاكم في التبصيل ديال ديال التقليم هان توما كيفما شفتو المرقة كتجي خاترة وكتجي هي طايبة ولون ديالها زوين يعني ما كتجيش الزرقة انا ضفت معاها قدمت معاها لطيحة اللي صايبت اه هو والقلب غالتلقاوا فيديو خاص بالطيحة والقلب الى بغيتوا الطريقة ديال تحضير ديالهم كانت منا تجربوا طريقتي في تحضير تقليا وكانت منا انها تنال الاعجاب ديالكم مبقى ليه الى نقول لكم السلام عليكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله ما تنساوش اللايك والاشتراك وتعاليك شكرا لكم بزاف السلام عليكم